شاومي تغرد خارج السرب بهاتفها الخارق للعادة بكاميرات طورية تتحدى بها الكاميرات الاحترافية المخصصة للتصوير فالشركة قامت بتعديل هاتفها الرائد شاومي 12 اس الترا وهذا التعديل كان في الكاميرات الخلفي الهاتف يأتي باسم شاومي 12 اس الترا كونسب هاتف بكاميرات ذات تركيبة غير مسبوقة رح نتكلمه بشكل مفصل حول هذه الكاميرات في هذا الفيديو ونستعرضه بشكل سريع مواصفاتها الكاملة وسيره الجديد السلام بخابتي مرحبا بكم في فيديو جديد معكم السعيد ان شاء الله تكونوا كاملا بخير كالعادة الخوال لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس التنبيه باش توصلك كل الاشعارات والآن نبدو على بركة الله اولا الهاتف يأتي بنفس تصميم شاومي 12 اس الترا لكن هنا عندك ايطار الكاميرات اكبر بقليل كما تلاحظو مستشعر الواحد انش في منتصف الاطار مكشوف فهذه العدسة كانت مخصصة للزوم لكن تم استبدالها بعدسة الواحد انش واللي تأتي بمستشعر صوني اميكس 989 نفس العدسة الرئيسي وبذلك رح يكون عندك عدستان بمستشعر واحد انش وعدسة تالت تالت تصوير الواس كما ان شاومي هي اول شركة تقوم بتثبيت عدسات كاميرا لايكا كاملة على هاتف ذكي وهذا بش تحسن قدرة التصوير بشكل رهي الهاتف يدعم تركيب عدسات لايكا ام بفتحة متغيرة بين الاف 1.4 والاف 16 وهذا يخلي الهاتف كاميرات احترافي بهذه العدسات رح تلتقط صور مميزة فكل شيء في الصور مثالي لأقصى درجة مقارنة بالهواتف الرئيدة المنفس لكن اذا حاب ترفع مستوى التصوير وتخليه في ليفل اخر تفك الحلقة اللي موجودة في اطار الكاميرات وتركب ادابتور وهذا بش تركب عليه عدسات لايكا الاحترافي وهذه عينات من شاومي بهذه الكاميرات صراحة بهذه الكاميرات شاومي تحلق بعيدا عن باقي المنفسين اما باقي المواصفات فيك التالي عند الخامات من الجد الفاخر والزجاج اللي غطي العدسات من اليقوت وهذا لحماية العدسات من الخدوش مقاوم للماء بشهادة IP68 بالنسبة للشاشة فهي من نوع التبو 2 اموليد مقاس 6.73 انش بجودة الكواد HD بلاس تدعم معدل 120 هرتس متغيرة من 1 الى 120 تدعم الدولبي فيجين والHDR 10 بلاس وتدعم مليار لون سطوحة تحت اشعة الشمس 1500 نيس محمية بالتبقة من نوع فيكتس يملك الهاتف جودة صوت فاخرة من نوع ستيريو بتقنية الدولبي واتموس اما المعارف هو سناب دراجو 8 بلاس الجيل اول بدقة تصوير اربعة نانومت يتوفر بثمانية جيجرام مع ميتية ستو خمسين او اتناش جيجرام مع ميتية ستو خمسين او خمسمية واثناش جيجرام ذكرت تخزين من نوع UFS 3.1 يعمل بنظام اوندرويد اتنا عشر ووجهة شاومي الميو اي 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 اترات عشر البطارية ساعتها اربعة علاوة ثمانمية وستين ميلي امبير تدعم شحن سريع بقدرة سبعة وستين وات شحن لاسلكي بقدرة خمسين وات شحن لاسلكي عكسي بقدرة عشر وات يدعم الهاتف خاصية الانفسي يدعم مستشعر اي ار للتحكم بالاجهة الكربائية لا يدعم منفل ثلاثة فاطر قمسة مل للسماعات ولا يدعم تركيب كارت ذكرى خير هاتف خارق جدا بكاميرا ثورية غير مسبوك بالنسبة لسعر الهاتف فهو يتجاوز الالف ومتين دولار كما ان العدسات لايكا سعرها مرتفع جدا مقارنة بالعدسات المنفس لذلك رح يكلف الهاتف والعدسات تقريبا الفين ومتين دولار سعر مرتفع اكيد لكن بالمقابل رح يكون عندك هاتف وكاميرات احترافية في نفس الوقت كما ان هذا الهاتف شاومي 12 اس الترا كونسب مش رح يتوفر بكثرة للبيع السؤال لكم خابتي هل فعلا شاومي تغلبت على المنفسين بهذا الهاتف ام لا اتمنى تكتبوه لي رايكو في التعليقات كان هذا كل ما لدينا حول هاتف شاومي 12 اس الترا كونسبت في الاخير لايك للفيديو واذا كنت شاهد قناتي لاول مرة اشترك الان فعل جرس التنبيه باش تصلك كل الاشعارة دوم دوم في رعاية الله اي واحد اي واحد